السلام عليكم ورحمة الله يارب تكون دايما بخير بصيب تقدم لك في الفيديو ده طريقة تفعيل وضع المطور في هاتف ريلمي C1 موديل RMX1811 اصدار لاندرويد 9 اعدادات خيارات المطور بمجرد تفعيلها تقدر تتمتع باختيارات اضافية من الممكن انها تساعدك على استخدام جهازك بشكل افضل واحتمال كبير هتلاقي اختيارات هتسهل عليك استخدام الجهاز زي مثلا ابقاء شاشة الجهاز تعمل بشكل دائم تشغيل بيانات الهاتف بشكل دائم الغاء كفل الشركة المصنعة تصحيح اليو اس بي وغيرها كتير من الاعدادات اللي ممكن تخصصها على حسب استخدامك للجهاز في البداية ادخل على الضبط او الاعدادات انزل تحت خالص وادخل على حول الهاتف اضغط على رقم الاصدار اكتر من مرة هتلاحظ ظهور اشعار اسفل منتصف الشاشة انت الان في وضع المطور كده احنا فعلنا وضع المطور بنجاح ارجع خطوة من الخلف ادخل على اعدادات اضافية هتلاحظ في الاسفل ظهور اختيار جديد خيارات المطور ادخل على خيارات المطور في وضع المطور تقدر تشتغل على اعدادات ممكن تفيدك ولكن استخدمها بحذر لان بعض الاعدادات المعينة ممكن تعملك خلل في السوفتوير او تخلى اداء الجهاز مش طبيعي للغاء وضع المطور كل اللي عليك انك تلغي تفعيل او الاختيار فوق خالص بجوار كلمة خيارات المطور يا رب الفيديو يكون عجبك ويكون قدرت اقدم حاجة مفيدة اتمنى لك دوان الصحة والعافية اشتركوا في القناة